من أجل مواجهة تفشي انتشار وباء كورونا المسجد، أعلنت وزارة الصحة الإسبانية أن الحكومة أبرمت عقداً لشراء معدات وتجهيزات طبية من الصين بقيمة مالية نهزت 432 مليون يورو. العقد يشمل اقتناء 550 مليون من الأقنعة الصحية الواقية وخمس ملايين ونصف من أدوات إجراء الاختبارات السريعة، إضافة إلى 950 جهاز تنفس اصطناعي وأحد عشر مليون زوج من القفازات، وذلك لتمكن المنظومة الصحية الإسبانية من المعدات الطبية اللازمة. وبذلك سيتم تشغيل جميع سلاسل الإنتاج في الصين بشكل كامل، بحيث أن هذه المعدات والتجهيزات سيتم تسليمها على دفعات ابتداء من نهاية هذا الأسبوع. وتعيش إسبانيا التي أضحت إحدى أكثر الدول تضرراً بتفشي فيروس كورونا المسجد، حالة طوارئ صحية لمدة أسبوعين من أجل مواجهة والتصدي لانتشار هذا الوباء. اشتركوا في القناة